وبالمناسبة محمد صلاح اكيد متأكد وعارف انه من حق الجمهور المصري انه هو يقول اللي هو عايزه في خلال النهاردة 90 دقيقة يعني انا كل شوية وانا قاعد مع الزملاء وانحنا عاديين بنتفرج او مجيب بصص كده قلهم او محمد صلاح بيلعب او محمد بيلعب بجد عموما محمد انا كنت بقول كده بيني وبين اصدقائي وزملائي محمد ممكن في لحظة يجيب جول وانحنا عايزين محمد يعمل كده لكن محمد للأسف ما جابش جول على قد العشم وعلى قد الحب بيبقى العتاب مصر كلها بتحب محمد صلاح ايوة مصر كلها بتحب محمد صلاح وسيظل كل جمهور المصري بيحب محمد صلاح ولكن وعلى فكرة انا شايف ان محمد صلاح احسن لها في العالم انا شايف كده وحفضل شايف كده مش معنى بالعاطفة وبالانتماء وبالحب وبالملعب وبشوفه نموذج مبهر جدا من بلدي وممثل مصري في كل حتة بشكل جيد وكل حاجة ولكن انا بتكلم على انتاج تسعين دقيقة النهاردة او مائة وعشرين دقيقة النهاردة مش عايز اقول قبل كده كمان ولكن المائة وعشرين دقيقة النهاردة محمد ما كانش موجود اطلاق محمد ما كانش موجود خالص في المائة وعشرين دقيقة لا 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 مش هو ده محمد صلاح فين محمد صلاح حتى الكرة يعني الكرة واحدة بس يروح بها جول هو ده اللي انا كنت عايزه زي ما بقول لحضراتكم وإحنا قاعدين كلنا انا قم جاء بصص كده هو جماعة محمد بيلعب كنت متخيل ان تم تغييره مثلا اثناء المباراة ومخدتش بالي ولا حاجة كل شوية بسأل السؤال ده لكن محمد بالنسبالي وبالنسبة لكل المعتقد يعني معرفش لكن بالنسبالي وبالنسبة لكل المصريين هيفضل اسمه محمد صلاح وهيفضل هيفضل هيعمل ايه محمد دلوقتي 28 سنة معرفش هل حيلحق كاس العلم اللي جاي مش حيلحق كاس العلم اللي جاي لسه عنده ربنا اديله الصحة والعمر ويساعد ويساهب مع منتخب مصر خلال الفترة اللي جاي لكن اللي حصل النهاردة انتهى خلينا نقفل الصفحة اللي زعلان ينتقد ويقول اللي هو عايزه تقد ويقول اللي انت عايزه من حقك كجمهور تنتقد انا مش عايز اقول لحضراتكم واحد عمل ايه مش عايز اقول لحضراتكم احنا عملنا ايه كلنا مش انا الوحدي كلنا كل المصريين اللي متضايقين من الشكل ومن الاداء ومن بعض الاوقات في المباراة لكن في النهاية استطاع المنتخب السنغالي ان يصل الى كأس العالم ومصر لن تصل الى كأس العالم في قطر ليست نهاية المطاف خلاص يعني الموضوع مش كده خلاص هنقفل بقى لا لا خالص بالعكس محتاج تطوير تخطيط خلال الفترة اللي جاي بعد تحاد كرة القدم خطة واضحة للجميع بشكل علمي وهاتمدرب كيروش او غيره يقض اربع سنين اربع سنين هيقض هيعمل ايه يكون جيل قادم لانه خلي بالحضراتكم معظم اللاعبين لما يجدين دلوقتي اعمارهم هتعدي فهيبقى انت محتاج جيل جديد جيل جديد جيل قادم لكرة القدم المصرية عندنا عندنا في كل حتة عندنا منتخبات شباب وناشئين وعندنا عندنا عندنا منتخبات اولمبي يجب ان يكون هناك اعادة نظر في اسماء المديرين الفنيين للمنتخبات بالكامل بقى من تحت الفوق عشان نشوف مرة تانية ايه اللي بيحصل خطة واضحة يعني اللي عايز يكمل اوكي عايز تكمل بفلان كمل بفلان ولكن لازم يجب ان يكون هناك مشروع كامل خلال الاربع سنوات القادمة عندك وقتك دلوقتي ان انت تقدر تحط مشروع اه انا عارف ان فيه تصفيات امم افريقيا خلال الايام القادمة ولكن خلاص احنا هنبقى عارفين ايه اللي بيحصل والدنيا هتبقى ماشي ازاي خلال الفترة اللي جاي ولازم ان اتحاد كرة القدم يطلع ويتكلم مع الناس ويقول هنعمل واحد اتنين ثلاث بس هو ده اللي هنعمله